أود أن أتكلم اليوم عن الصموم وعن يد الله العاملة مع أولاده نحن نعرف أن أيوب الصديق مر به ضيطة لسنوات احتملها ورفعت عنه ورجع أفضل مما كان المهم في أثناء الضيقة أن نكون أمناء للرب والله يدعونا إلى الصموم والثبات وقد قال أبو لس الرسول في كورنسوس البولة 1558 كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطل أو فران وتلاميذ المسيح شبههم الكتاب بالجبال وبالعمل بالأعمدة الراسخة التي بنيت عليه الكنيسة وإيمان الكنيسة شبهه المسيح بالصخرة في قوتها وصلامته وقال على هذه الصخرة أبني الكنيسة أي على هذا الإيمان القوي أبني الكنيسة وأعطانا الرب مثلاً عن البيت الذي يبنى على الصخرة فمهما هفت الرياح والأمطار والأنهار يبقى ثابتاً وراسخاً وصامداً وشبه المؤمن بالنخلة وشبه المؤمن بالنخلة الصديق كالنخلة يزهو النخلة التي تحتمل البر والحر والجوة والعطش وتعلق إلى فوق متجهة إلى الرب وأسباب الصنود والرزوخ هو عمق الحب وعمق الإيمان وقوة القلب الذي لا يخاف فالحب قال عنه الكتاب المحبة لا تسقط أبداً وقال في سفر النشيد مياه كثيرة لا تستطيع أن تدفئ المحبة إذا وجدت المحبة في القلب يبقى صامداً ثابتاً فالله ومن أجمل الآيات ما قاله بولس الرسول في الرسالة إلى روميا إصحاح 8 روميا شرط رئيس من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيف أم إضهار أم دور أم هل أم خطر أم سيف ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا فإني متأكد أيواتك متأكد أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمر ولا خليفة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح السورة القلب المنذوق بمحبة الله وبالإيمان يكون طويا لا يتزعزع صامدا لا يقل نحمية بنى سور بوروشليم وقامت ضد عقبات كثيرة وبقي صامدا إلى أن أكمل البناء دانيان ألقوه في غفل بسور ولم يخدم بقي صامدا في إيمان الثلاثة فتية ألقوهم في أتون النار وبقوا صامدا دانيان ثابتين في إيمان إيمان النبي واجه ثم نمية وخمسين من الأنبياء كذب واستطاع أن يداد عن الإيمان من الدخول داود بقي متعبا من شاول الملك سنوات طويلة ولكنه بقي ثابتا مؤمنا بأن إرادة الله فيه ستتم يقوله من الصدين ظل صامدا ثابتا ضد الخطير ولا من التزعز اللص اليمين وهو على الصديق بقي ثابتا في إيمانه على الرغم من كل الشكوك التي حاربت اللص الأخر المسيحية في نشأتها كانت صامدا راسق ثابت صامدا أمام هو الصلفة الرومانية سلطة الإمبراطورية الرومانية بكل عندي صامدا أمام الفلسفات الوثنية صامدا أمام تسائس اليهود وشكاياتهم صامدا أمام الديانات القديمة المسيحية في عصور ما قبل قسطنطين الملك واجهت اضطهادا عنيفا من الرومان الوثنيين قابلته بكل صمور بكل رسوح تعرض تلاميذ المسيح للسجن والقلب وخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل إسفر تعرضوا للتشريط والنفل والطرد من البلد ويقول الكتاب الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة تعرضوا للنفل مثل يوحنى الرسول في جزير المطلس ومع ذلك زهر له الرب وهو من في الجزيرة وأعلن له رؤله ولم يتعبه النفل كان قلبه أقوى قال كنت في الروم في يوم الرب الشهداء المعترفون قصص شجاعتهم وصمودهم وثباتهم كثيرة جدا في الأقصاء سمود المسيحية ضد الهرطقات والبدع عجيب القديس أثاناسيوس الإسكندري نفي عن كرسيه أربع مرات وقامت ضده شكاوى ودسائس من الأريوسيين أريمس وقالوا له العالم كله ضدك يا أثاناسيوس فقال وأنا ضد العالم لذلك أسموه أثاناسيوس كونترا غندون أي ضد العالم وبقي صامدا الصمود الثبات البقاء أم يربوه من الله مهما كانت الحروب الخارجية هذه الحروب لا تؤذي مثل السفينة القوية تهب عليها الأموات والمياه من كل ناحية ولا تؤذيها متى تؤذيها إذا وبد ثقب في السفينة تدخل منه المياه إلى الداخل وهذا السفينة هو ضعف الإيمان والخطيئة المؤمنون لم يكونوا فقط صامدين ضد ضد الحروب الإيمانية وإنما أيضا كانوا صامدين ضد الخطيئة المؤمن إنسان محص لا يوجد صقب في داخله تدخل منه قطيئ كما قيل عن عزراء النشيد أخت العروس جنة مغلقة ينبو ومختبئ أكبر اختبار أكبر اختبار للإيمان وللمسيحية في أواخر الزمان عندما يأتي ضد المسيح أنتي كرايست عندما يحل الشيطان من سجنه لكي يحاول أن يضل الأمم الفترة التي قال عنها المسيح لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص أحد التي يحاول فيها الشيطان أن يضل لو أمكن المختارين أيضا فإلكتس يضل لو أمكن المختارين هذه الفترة تحتاج إلى الصموم وثبات في الرب مهما قام مسحاء كذبة وأنبياء كذبة الإيمان الراسخ يبقى مهما قامت القروح الإنسان القوي في إيمانه يظل صامدا راسخا ثابتا ولو بقي وحده مثلما بقيت أسرة نوح جدنا نوح أيام الطوفان بقي أسرة واحدة بس والعالم كله كان بعيد أمام الله الإنسان المؤمن القوي يظل راسخا حتى لو ظل إن الله تخلى عنه أو لو طالت المدة عليه مهما تأخرت الاستجابة يبقى الله أمينا في وعده يبقى الله أمينا في وعده ويبقى الله حافظا لأولاده السبي في القديم استمر السبعين سنة هل تأخر الله كان الله أمينا في وعده وفي ملء الزمان أنقذ شعبه وعد الله أمنا حواء بأن نسل المرأة يسحق رأس الحي الخلاص سيأتي ومرت أربع تلاف سنة وبقي وعد الله كما هو وفي ملء الزمان أتى الخلاص بعد أربع تلاف سنة ربما ما يبدو تأخر الله في الاستجابة سببه أن الله يختبر إيماننا يختبر محبتنا له ونقول مع أيوب الصديق هل الخير من الله نقبل والشر لا نقبل هل السلام من الله نقبله والدعب لا نقبله المفروض في الإنسان أن يصبر إلى أن تأتي المعونة الإلهية والسيد الرب يقول من يصبر إلى المنتهى فهذا يخص والإنسان المؤمن حقا يكون قويا من الداخل ما أكمل الآية التي تقول كل شيء مستطاع للمؤمن في مربو ستساق كل شيء مستطاع للمؤمن الصمود يا إخوتي وقت الضيقة يعتمد على وعود الله الذي قال أنا نقشتكم على كف جميع شعور رؤوسكم محصاعة أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدعو المتعب حقا هو الصمود في وقت الراحة والمتعب المتعب حقا هو الصمود في وقت الراحة والمتعب في وقت الضيقة صلواتنا تكون أعمى وأصوابنا تكون أكثر روحانية وإقتراب لله يكون بكل القلب ولكن ينبغي أن نكون صامدين في فترات الراحة حينما لا توب الضيقة نصدي من أجل زواله ونحتاج أن نقترب إلى الله من غير ضيقة نقترب إليه لا لكي ينقذنا من ضيقة إنما نقترب إليه من فرط الحب والعاطفة والإشتياء لا لكي ينقذنا إنما لكي نتمتع به لأن الله شهوى لنا نشتهيه أكثر من العالم وأكثر من الدنيا وأكثر من الراحة وأكثر من الخلاص من الضيقة نرجو باستمرار أن نكون ثابتين في الرب لأنه قال اثبتوا فيي وأنا فيه نثبت في محبته ونثبت في الإيمان به ونثبت في صلتنا نعوه نرجو هذا لأنفسنا ونرجوه لكل أولادنا ونرجوه لإخوتنا في جميع الكنائس ولللاح المتجل الأمر آمين موسيقى ونرجوه ونعجوه لأنفسنا نرجوه وموسيقى لأنفسنا دماء أو خلاص أو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة